موسيقى الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة عاصمة الخبر أهلاً بكم وإلى أبرز العناوين في كلمته أمام قمة مناخ بايدن يعلن تقديم 500 مليون دولار لمصر لدعم تحولها إلى الطاقة النظيفة السيسي وبايدن يؤكدان عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وأوكرانيا تعلن عودة منطقة خرسون إلى سيطرتها موسيقى أهلاً بكم من جديد وابداية نشرتنا من شرم الشيخ المصرية حيث توقض القمة العربي القمة العالمية لمناخ موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة في كلمته أمام قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 150 مليون دولار لدعم التكايف بإفريقيا وأضف أن بلاده سوف تزيد الدعم الذي تقدمه لمواجهة أزمة المناخ بمقدار أربعة أضعاف واليوم كدفعة أولية نعلن عن مبلغ 150 مليون دولار لمبادرات تدعم خطة بريبير للتكايف في أفريقيا بما في ذلك برنامج التكايف في أفريقيا وهذا مجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والمتحدة في حزيران يونيو وهذا يشمل توسيع نظم الإنذار المبكر لتغطي أفريقيا وتوسيع فرص التمويل المناخي وتعزيز الحماية من المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي وتعبئة القطاع الخاص ودعم مركز جديد للتدريب في مصر لتعجيل جهود التكايف عبر القارة الأفريقية أعلن بايدن أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ستدعم مصر ب500 مليون دولار لدعم تحولها إلى الطاقة النظيفة هذا وأوضح أن الهدف من الدعم هو حصول مصر على 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 وذلك حتى تتمكن القاهرة من تحقيق تموحاتها المناخية ويسعدني أن أعلن عليكم اليوم أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي وألمانيا فهناك صفقة ب500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وهذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز بما يخفض انبعاثات مصر في طاقة الطاقة بعشرة بالمئة وسنعمل مع مصر على حجز أربع مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي حاليا يخسرهم مصر في الحرق والرياح والتسرب وبفضل هذا التعاون فإن مصر تصبح قادرة على تحقيق ما وضعته لنفسها كمساهمات محددة وطنيا قال بايدن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدة من أجل تصدي للتغيرات المناخية وأضف أن إدارته تعمل على كافة المستويات من أجل تفعيل هدف تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة قعدنا إنشاء منتدى الاقتصادات الكبرى لدفع البلدان في العالم على زيادة طموحاتها المناخية وفي العام الماضي في جلاسكو في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين ساعدت الولايات المتحدة على التوصل إلى التزامات حيوية بحيث أن الثلثي الاقتصادات في العالم التي تشكل ثلثي نتج العالمي الإجمالي في مسار لمنع الاحترار بما يزيد عن درجة ونصف وفي السنتين الأخيرتين حققنا تقدما لم يسبق له مثيل في الوطن باستثمار على مدى الأجيال وبتعزيز البنية التحتي نحسن الشبكة الكهرباء من أجل الطاقة النظيفة ونوسع شبكات النقل العام وبسكة الحديد ونبني شبكة وطنية لشحن العربات الكهربائية وفي هذا الصيف اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا صدقت عليها ويعتبر أكبر وأضخم قانون مناخي في تاريخ البلاد موسيقى اشتركوا في القناة اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة هذا وشدد الرئيس المصري على التفاهم المشترك بين البلادين فيما يخص قضايا المنطقة اسمح لفخامت الرئيس أنا شايف طبعا موجودة معنا الصحافة الأمريكية ومهم أو فرصة لنا نتحدث لهم عن تطورات الأوضاع على الأقل الموجودة في مصر ونعرف أن هذا محل الهتمام اليوم أولاً أنا عايز أكد لكم العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر وبين البلاد المتحدة والتي لم تتغير على مدى أكثر من أربعين سنة ودايماً كان التفاهم المشترك في كل الموضعات اللي بتخص القضايا المنطقة كان دايماً التوجه فيها توجه واحد كما أكد الرئيس المصري على إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر ومبادرة للحوار الوطني لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن أكد الرئيس السيسي أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد للغاية في موضوع دايماً بيبقى دايماً محل نقاش ودا أمر احنا نقدره جداً هو اللي هو خاص بموضوعات حقوق الإنسان واسمحوني أقول لكم إن إحنا تائماً في هزين موضوعات بيبقى لنا مقربة شامنا اسمحواها مننا في مصر وأرجو أنك تتابعونا معها لأن إحنا حرسين أيضاً على هذا الموضوع وعلى التطوير أنفس تفين إحنا أطلقنا استراجية لحوال الإنسان في مصر ثم أطلقنا مبادرة للحوال الوطني في إبريل من هذا العام وكانت مصاحبة لها لبنة للعافو الرئاسي تقوم بمتابعة القضايا المختلفة والقوائم اللي بيتم تخدمها بيتم توقيع وتوزيق عليها من جانبه أكد بايدن أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعاول عليه في المنطقة عرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه لتكثيف التنصيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية كنا نتحدث في طريقنا إلى هذه الغرفة من الصعب أن نصدق أنه قد مرت مائة عام على علاقات المشتركة والتنائية بين مصر والولايات المتحدة وأتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأن نكون أقرب من بعدنا البعض وجه بايدن الشكر لمصر على دورها في القضية الفلسطينية كما أشهد بايدن بالموقف المصري من الحرب الروسية الأوكرانية نشكر مصر أيضاً على دورها في أنها تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع بغزة وفيما نواجه هذه الحرب الروسية على أوكرانيا كانت مصر تخذت نوطساً رائعاً بالنسبة لهذه القضية وتحدثت بصوت عالم ضد ما يجري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن تحوال إلى تطورات الأزمة الأوكرانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت كييف أعلنت أن وحدات عسكرية أوكرانية دخلت مدينة خرسون في جنوب البلاد وطالبت أي قوات روسية ما زالت هناك بالاستسلام وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني أن المدينة تعود لسيطرة كييف بعد أن ظلت محتلة منذ مارس مهدداً بتدمير أي جنود روس يبدون مقاومة على حد وصف البيان الأوكراني في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن قوات بلاده أتمت انسحابها من الضفة الغربية لنهر دينيبرو وقال كوناشينكوف إن موسكو لم تسمح بحدوث أي قصارة في الأفراد أو العتاد خلال عملية الانسحاب وحدة القوات المسلحة الروسية اتخذت خطوط دفاع تكتيكية ومواقع تم إعدادها مسبقاً من قبل المهندسين العسكريين لا خسارة في الأفراد أو العتاد أو الأسلحة سمح بحدوثها جميع المدنيين الراغبين في مغادرة الضفة اليمنى من منطقة خيرسون تمت مساعدتهم على الإجلا كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن سترسل قذائف مدفعية قامت بشرائها من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا وذلك رغم رفض كوريا الجنوبية لذلك وأوضح المسؤول الأمريكي أن كوريا الجنوبية اشترطت على واشنطن أن تكون المستخدم النهائي للدخيرة عملاً بسياسة سول بعدم إرسال أسلحة فتاكة لأوكرانيا قلت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إليساندرا فيلوتشي قالت إن محادثات بين وفد روسي ومسؤولين كبار من المنظمة الدولية بدأت في جينيف حول شكاوى موسكو بشأن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب كانت روسيا قد أبدت إمكانياتها لسحبها من الاتفاق الذي قد ينتهي العمل به في التاسع عشر من نوفمبر الجاري ما لم يتم تحقيق تقدم في معالجة مخاوفها وإلى العراق حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين وأوضحت الوزارة أنه بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية نفذت ضربة جوية دقيقة بطائرات F-16 أصفرت عن مقتل الإرهابيين استدعت وزارة الخارجية البريطانية دبلوماسيا إيرانيا رفيع المستوى بشأن تهديدات مزعومة من قبل قوات الأمن الإيرانية للصحفيين في بريطانيا قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني إنه استدعى الممثل الإيراني اليوم لتوضيح أن بلاده لا تتسامح مع التهديدات للحياة والترهيب من أي نوع انتجاه الصحفيين أو أي فرد يعيش في منطقة أو في المملكة المتحدة كانت بريطانيا استدعت خلال الفترة الماضية السفير الإيراني لديها أكثر من مرة بسبب قمع الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسى أميني بعد احتجازها من جانب شرطة الأخلاق في إيران آرب رئيسة الحكومة الإيطالية جورجينا ميلوني عن صدمتها إذا رد فعل فرنسا تجاه رفض روما استقبال سفينة أوشين فيكينغ التي تقل مهاجرين قالت ميلوني في مؤتمر صحفي إن الغضب الفرنسي غير مبرر ولا يمكن أن تكون إيطاليا هي المرسى الوحيد للمهاجرين عبر المتوسط لقد صدمت برد الفعل العدواني من حكومة فرنسا والذي أعتبره من وجهة نظري مبالغا فيه وغير مفهوم أعتقد أن نسبة كبيرة من الرأي العام قد صدمت أيضا كانت فرنسا أعلنت أن رفض إيطاليا استقبال سفينة المهاجرين أوشين فيكينغ أمر غير مقبول وقد تكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين السلطات الفرنسية بدورها أعلنت رسو سفينة أوشين فيكينغ في ميناء طولون جنوب البلاد بعد رفض الجانب الإيطالي ورغم المناشدات العديدة في عرض البحر بعد أكثر من 18 يوما في عرض البحر أعلنت السلطات الفرنسية رسو سفينة أوشين فيكينغ في ميناء طولون جنوب فرنسا استقبل الميناء الفرنسي أكثر من 230 مهاجرة بعد إجلاء أربعة مهاجرين من علامة السفينة لأسباب صحية ما جعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين يصف الاستقبال بشكل استثنائي رفض الجانب الإيطالي استقبال السفينة فسرته فرنسا بالتنصل من مسئولية الملقات على عاتق دول الاتحاد الأوروبي ما حدا بوزير الداخلية الفرنسي أن يشجب رد الفعل الإيطالي معتبرا أن حكومة إيطاليا الجديدة لم تتحمل مسئوليتها كدولة أوروبية لم يمر الوقت مرور الكرام فقد أثر الوزير الفرنسي أن يعلن أن الموقف الإيطالي ستكون له التابعات على العلاقات الثنائية بين البلدين مشددا على دعوة بلاده لعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لمحاولة إيجاد طريقة لمنع حدوث هذا الوضع مرة أخرى آلاف من المهاجرين دفعتهم آمالهم وألامهم نحو الموت المحقق وسط تبادل للمسئوليات بين الدول الأوروبية التي تعاني هي الأخرى تغيرات اقتصادية واكتماعية قادتها إلى الإحجام عن استقبال مزيد من المهاجرين وإلى آخر النتائج الأولية للانتخابات النصفية الأمريكية حيث ارتفعت مقاعد الحزب الجمهوري خلال الانتخابات وحصد الجمهوريون 211 مقعدا مقابل 201 مقعدا للديمقراطيين وذلك في انتخابات مجلس النواب يسعى الحزب الديمقراطي إلى تقليص الفارق أمام الجمهوريين بفارق مقعد واحد في مجلس الشيوخ حيث حقق الحزب الجمهوري 49 مقعدا مقابل 48 مقعدا للديمقراطي أعلن مسؤولون في ولاية أريزونا الأمريكية أنه لم يحسن بعد السباق الرئيسي لمجلس الشيوخ مع استمرار فرز الأصوات قال المسؤولون في مقاطعة ماري كوبا أكبر مناطق الولاية إن فرز الأصوات قد يستمر حتى الأسبوع المقبل لقد أحصينا جميع الأصوات للأشخاص الذين ظهروا بالفعل في يوم الانتخابات ووضعنا بطاقة الابتراع في الجدول لدينا حوالي 17 ألفا باقون من يوم الانتخابات هؤلاء هم الذين لم تقرأهم الجدولة ووضعوا في الباب الثالث ومجددا العدد ضمن إجمالين يتراوح بين 400 ألف و410 ألف بطاقة أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين السابعة عشر في اندونيسيا ويعد الاجتماع المرتاقب بين الرئيسين أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه كما أفدت الخارجية الصينية بأنه من المتوقع أن يلتقي جينبينغ مع رئيس الفرنسي إيمانويل مكرون خلال القمة نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي حقا من التمسك بروح الاحترام المتبادل والعمل مع الصين ولعب دور مسؤول في حماية استقرار العالم وتنميته تلتزم الصين دائما بمبدأ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين مع حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية نهاية النشرة وقبل الختام إليكم تذكرة بأهمي وأبرز العناوين في كلمته أمام قمة المناخ بايدن يعلن تقديم 500 مليون دولار لمصر لدعم تحولها إلى الطاقة النظيفة السيسي وبايدن يؤكدان عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وأوكرانيا تعلن عودة منطقة خرسون إلى سيطرتها مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام النشرة شكرا لكم ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستجرام ويوتيوب كما يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical إلى اللقاء هنا القاهرة قاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر